ارتفاع نسبة الأملاح في مياه شط العرب كارثة بيئية تهدد الإنسان والنبات والحيوان لسيما بعد توقعات وصول اللسان الملحي إلى مركز المدينة مدير ناحية السيبة أحمد هلال أكد أن قلة الإطلاقات المائية وإغلاق طهران ضد أنهر الداخل إلى العراق هو السبب الرئيس في زيادة اللسان الملحي من ناحية السيبة ومنذ أشهر اعتمدت اعتماد كله على القناة الأروائية بإيصال المياه عن طريق شبكة الإيسالة وهو الهم الوحيد الآن لديمومة إيصال هذه المياه إلى المواطنين ارتفاع النسان الملحي طبعا سببه وقلت الأطلاقات وغلق النهر الكارون مقبل الجانب الإيراني الملحة اليوم باتجاه مركز المحافظة ووصلت إلى قضاء أبو الخصيب زيادة اللسان الملحي أثر بشكل كبير على حياة المواطنين لاعتمادهم على الزراعة وتربية الحيوانات وصيد الأسماك الخبراء أطلقوا تحذيرات من كارثة بيئية حقيقية على جميع الكائنات الحية وستلقي بظلالها على المواطن في حال عدم إيجاد حلول جذرية لأزمة الملوحة في شط العرب كثير من النباتات بصراحة في جنوب شط العرب ووسط شط العرب النباتات المائية الغاطسة والطافية اختفت بشكل كامل وهذا ما يؤثر على العديد من الأحيان الأخرى سواء كانت أسماك أو هائمات أو قشريات أو غيرها وهذا بالتالي سوف يؤثرنا على حياة الإنسان وكذلك يؤثر خارج الماء خارج الماء أيضا نلاحظ مثلا الطيور وغيرها وغيرها هذا وكذلك على الحالة البيئية هم أيضا يؤثر هذه كلها تأثرنا وبالتالي تأثرنا على حياة الإنسان فلاحوا البصر أكلوا تضرر أراضيهم ومحاصلهم الزراعية بسبب مشكلة الملوحة التي تتزايد كل عام مع عدم إيجاد الحلول لها الملوحة كل سنة تجينا كل سنة تقريبا نفس الوقت اللي معتاد عليه وهل تشوف أضرار كبيرة كلش صارت بالبساتين بالفواكه وبالنخل وبصورة عامة بالورقيات يعني هاي الأشجار الوقتية الورقية والمثمنة الضررت يعني ضرار مية بالمية وجاي تلاحظونها وشوفونها وإحنا ما جاي حقيقة يعني نشوف فرصورة حل للملوح يعني كل سنة تجينا هاي الفترة صارها ثلاثة شهر وهي جاي يشوفون البستان الضرر يعني مو بس بالأضرار بالأشجار وبالنخيل بالأرض يعني جاي يصير أضرار بالأرض لأنه الملوحة جاي تدفع على وجه بسبب الماء المالح الحكومات في العراق وكما أهملت هذه الأزمة عام 2018 والتي تسببت بنزوح نحو 350 عائلة من القرى الواقعة جنوبية البصرة ما زالت تغض النظر عن أزمة صعود اللسان الملحي البحري كما هو الحال في العديد من القضايا الإنسانية الأخرى التي تمس حياة المواطن في البصرة والعراقي بشكل عام